السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شو بير ديزات قناة وننتكلم على بيب جواردولا ونواصل تحطيم موهبة رياض محرز لثاني مباراة للتوالي وندروا نقطة استفهام وتساؤلات كثيرة ونحقق قناة ديمون سيستر سيتي فوز نقولوا شكوردون أمام بورثموند في المقابلة الثالثة من تسجيل أغويرو هدفين وكسموه ثلاث أهدف مقابل وإنشنا كيفاش وهدفت على ذاك الدندوم وإنشنا الأغويرو سجل هدفين وكسموه ذاك الدندوم سجل هدف واحد وهذه النتيجة وإن أصبح في المرتبة الثانية على المتصدر ليفيرفول بنقطتين فقط مؤقتن نقطتين مؤقتن وشهدت المباراة دخول الجزائر الرياض محرز كبديل في الشوط الثاني قبل نهاية المقابلة من المباراة لشنا كيفاش الدخول تعرياض محرز لما كانش نقوله إحنا يا ما كانش دعمك أغالب وإن أصبح المدرب منشستر سيتي بيب جواردولا يثير العديد من العلامات الاستثام بسبب النجم الجزائري غياب محرز وشهدت تشكيلة الأساسية لسيتي غياب محرز للمباراة للمباراة الثانية على التوالي في البريومي ليك وهو الأمر الذي يطرح العديد من العلامات الاستثام وشنا حتى الصحافة الإنجليزية وين استغربت صحافة حتى الصحافة إسباني وين استغرب وين محللين وين شنا كيفاش راهي كيناه في الموقع تعلي حلل فيها مورينيو اللقطة تعلي جداغ المحرز مورينيو شحل شتكلم قال لهم اللعاب النجم الكبير لما يحوسوا يحطموا فيه من عند اللعابين لعاب لما يحوسوا يحطموا فيه لعابين معاه اللعابين معه يريدون أن يكملوا معه وين شنا حتى برناردو سيلفا وين يتكلم على رياض المحرز وين دافع عنه أمام جوارديولا وأمام الجامع وين كشف الدولة برناردو سيلفا أن مونشيسة سيتي يمتلك مجموعة من اللعابين المحترفين الذين هم متعطشون للألقاب مع بعض وفي حوار مع صحيفة ريكاردو برناردو أكد النجم سيستر سيتي سيلفا بأن المدرب برناردو يسعى لحصد جميع الألقاب الممكنة وقد صرحها قائلاً لدينا لعابين مهمين ولعابين جدد للموسم الثاني أمثال رياض المحرز الذي يعتبر نعتبره الأفضل لعاب مهاري في نادي ونحن نعمل معه من أجل تقديم الأفضل لكن خيارات المدرب تبقى للمدرب والقرار الأخير يبقى للمدرب وأظر نعم إنه يواجه بعض الصعوبات لكنه سيتجوزها بالتأكيد هو يمتلك خبرة كبيرة وخاصة أنه كان لعاب كان لعاب أحسن لعاب في موسم 2016 يعني رياض المحرز ونرى هو الخاصر الأكبر تقوله هو الخاصر الأكبر رياض المحرز مش يزعم باش طالح نحوس رياض المحرز هو الخاصر الأكبر لأن المقابلات اللي يتعبون خاصة كما اليوم كما نهرت وطان هام كما اليوم رياض المحرز كان غدي ترى كيف ترى محمد صالح البرتية التي تخرج عاقل عليها دوزيان بارتية يخرج في 63 دقيقة في 64 دقيقة صحيح لم يأتي هذا الخطأ يدخل لا ترى رياض المحرز هو دونتري يخرج في 70 دقيقة في 80 دقيقة هو الذي يدخل أحسن تنقي تنقي يدخل 200 مطول يدخل 200 مطول يدخل 200 مطول ويضع يدخل تنقي 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 يدخل رياض المحرز يملك في ريستر سيتي كان يملك في ريستر سيتي نجومية تعه لكن لعاب أصبح لعاب مع غواردولا أصبح لعاب ثاني بالنسبة خيار ثاني بالنسبة لهذا الذي يطرح عدة تساؤلات لتوين عملية التدوير التي يقوم بها في غواردولا والتي كان ضحيتها النجم الجزائري رياض المحرز الذي لم يلعب في مبارتين الآخرتين على التوالي في البريميليك وين شاهد وين شنا كيفاش الله لا بزاف حلا بعد تحضر ما تحضر وين شنا كيفاش كان بزاف لعابين كان بزاف كما نقول حنا كيفاش لعابين قد يفكر ايذ بل لا قد تصيبها لكننا نحن رياض المحرز لا شغل نحن أيها سيپورته صغيرة من سيستر سيتي هو مون برمير مو خصف جدا بعد نبدأ سرى رياض المحرز سيقوم لهم ونحن يسأل المذابية ونحن يكوم الى المشتاوى بربيع ونقوم بأسفل ونحن بربيع ونقوم بإنجاده ونحن فرأت على أي طاقة فقط رأيتا تسعى ونقوم بإنجاده ونقوم بإنجاده يجب أن يكون لديه شخصية قوية ويجب أن يكون لديه شخصية قوية ويجب أن يكون لديه قوة أقول لي مع القوة خاتش على هل رياض محرز وين؟ أعرف بلي رياض محرز لعاب اللي عنده عنده كاليتي التاعوه لعاب اللي عنده قوة تاعه فوق الميدان مشي في الكلام فوق الميدان فى ركبته عنده القوة التاعوه فى الركبة التاعوه هذي هي اللعاب هذا اللي مرقاش دعم كبير من اللعابين مرقاش دعم مرقاش دعم Debbie مرقاش دعم كبير من اللعابين مرقاش دعم كبير من اللعابين أثنين راس تاعداند وذلك ستلين ولا ما كسموه أوزيد دي بروين أوزيد أغويرو هذو اللعابين هم اللي راهم دايرين تكتولات ضد رياض محرز وين خايفين منه جمياتي وهذو اللعابين اللي راهم يخموا أنه جمياتيهم أكثر من نادي شو كيف عشو من نادي بجالي وين رياض محرز اللي ما يستاهل سوالله لا بزاف على باك ما يستاهلهش باش يكون لعاب واش را صاري الرياض محرز ما يستاهلهاش لعاب جاي داي كوب دافريك أحصل لعاب بدأ أول مقابلة بدأ أحصل لعاب بعد سيبروحوا في ديكة الاحتياط عبالك مورال احنا يجعل يكون مليح في راسه يكون مليح إن شاء الله أخذت عليه اللعاب اللي سخصوه في الفريق الوطني جزائري اللعاب اللي نحوس عليه في الفريق الوطني جزائري وين شأنك يبرش حنا يا ماغري كيسموه في بقواردولا يمدح رياض محرز لكن بدون تطبيق تطبيقيا يكون ليش يقرأيه وهادرة وستيل لا هنه يبقى تطبيق يا أخي هذا اللعاب لنتيما تربيه أعطيه 70 دقيقة اللولا ليس تعطيه هنا يا جيش عشقاء يعني 20 دقيقة ما تعطيش عشرين دقيقة قال لي عطيه قيمة تاعه بالليال اللعاب وين البارع شدتنا في التعليقات تاع تاع أنصى اليوم في الميديات التشكيلة شدت في التعليقات مناصرين قال لك لماذا اللعاب جبناه كان أغلى اللعاب وقال لك جبناه وراه قاعد نقلصه علىه جبناه جبناه من أجل مشاهدة المباراية من كرسي الاحتياط نحن اليوم نقارع الرياض محرز من المشتاء إن شاء الله بربي ما يقول أدخلتش عليه بالزاف على باك الحياة لا توطاق مع هذه اللعابين اللعابين اللي خموا النجوم يتحموا فقط هذه هي صحيح